هاخدك الاول وابدأ من هشام عشوري اللي احنا عرفناك بيه لسكواش لعبة مهمة رياضة مش سهلة ابدا محتاجة عمقاومات كتير قوي وصلت لتصنيف مش سهلة ابدا كلمني عن كونك راجل رياضي واشلت اوقات مهمة وكنت بتنافس ومعتادة على ده عامل ايه فيه وكات النقلة ازاي رياضي سكواش تبتو والله لا ما سبتوش طوAir compart احنا عندنا اكاديميات سكواش انا واخوية عندنا 4 اكاديميات سكواش ومكملين فيه اصل ده فالدم يعني احنا دي حياتنا كله احنا صغارين يعني عمرنا كله فاني ناياستت 7 ساعات في اليوم تمارين ما بين جاري ما بين جيم ما بين سكواش وما بين دريلز وما بين جيمات وما بين ماليتاشن فاحنا دي حاجة فدمنا يعني انا كنت وانا صغير بلعب بطولات اوروبا كلها وبطولات مصر كلها. 19 سنة احترفت بقيت محترف. فبلعب باسمه مصر. ولكن بطولاتي كلها اي فلوس بتجيلي بتجيلي بتاعتي انا بس انا بروح بطولات باسمه مصر. ايه. من 19 سنة لحد 31 سنة. وبعدين سفرت على امريكا كان عندي مهم يعني كبير مع عائلة مهمة جدا في امريكا. فسفرت عارت معهم سنة وبعدين فتحت الاكريمية بتاعة سكواش بتاعتي. وزاكرت التمسيل او ما وصلت هناك كان حلمي ان انا ابدأ مذاكر التمسيل يعني. طول عمري عارف ان انا عندي حاجة بس بس الحاجة دي ممكن تطفي ممكن تموت لو انت فعلا ما دخلتش قوي في الموضوع عشان تعرف انت انت بجد فين من الموضوع ده يعني. عظيم تطورها وتدور عليها. بالضبط. فروحت حاجة اسمها ايش بي ستوديوز في مانهاتن. وبتاريتها هناك وكان فيه تيتش سموناك الباكت. ومدرسين هناك ما بيقولك ش ان انت عظيمة ولا يقولك واو ولا بتاع. وحتى ما بيقولش جود يعني بعد ما تصوري ما تقولي مشهد قدامه. بس انا فهمت يعني ان انا عندي حاجة عندي حاجة. يعني كي حاجة صغيرة كده ممكن ابدأ اشتغل عليها. فمن ساعاتها طبعا انا ترجمت بقى الاحتراف بتاعي في اللعبة. ان انا فهمت ان انا من هنا بقى لازم ابدأ اذاكر. ولما بتعرفي ان انت لازم تذاكري حاجة بتفهم ان انت بجد عايزها بجد بقى. بس فذاكرت بقى تمثيل وبعدين الفين وسبعتاشة كنا عملت كم مشهد مع اي س تي فيلم اسم ايكول ستاندر. ودهرت بقى قصة وبعدين بكورونا جات فقفلت الدنيا مدة سنة فرجعت على مصر. جبت السعيدي ازاي وانت راجل عايش في امريكا طول الوقت. طول الوقت. في عملة الانتراك. عملت ده ازاي بتحضي يعني واحكيله. هو انا انا بعمل طبعا انت يعافي بعمل كل الاكسنس اللي في العالم كلها. اه. يعني بعمل الصعيدي. بعمل الخليجي. بعمل هنزي. اه. بعمل الهنتي وبعمل الانجليزي الايطالي وبعمل الانجليزي فونساوي الانجليزي الروسي الانجليزي الشاينيزي. اه انا القصة دي بلت إن في السستم انه انا عايل صغيرة. فابعدين طبعا يا س زر عبدالنبي الهواري اشتغلت معه جامد على اللاه هو أخوة يعني وحبيبي اخوك كبير يعني اشتغلنا شهارين على قصة اللهجة. فهو كان 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 مبسوط مني والحمد لله طلعت كنت مسكها كويس قوي كل يوم لحد النهار ده الباجئت دي سنة ونص مبطل مش قادر ان انا مش قادر ان انا وقف في الشارع مع الناس والناس كلها انا عالطول شغال مبوقفش صعيدي بحب الصعيدي